السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أنا وسامة العدل هنتكلم في الفيديو ده عن تحديثات جديدة تم إضافتها على تطبيق تويتر وكان في ناس كتير منتظرها وهي إمكانية جدوالة التغريدات أو حفظها كمسودات طبعا الخاصية الجديدة ممكن تبدأ تظهر على حساباتنا عندنا مع الوقت لكن هي موجودة عند الكل لو كنت هستخدم أو هفتح حسابي على أي برنامج متصفح زي جوجل كروم أو فاير فوكس أو سافاري تعالوا نشوف الطريقة أنا هفتح تحت هنا الكروم جوجل كروم هدخل على تويتر هعمل لوجين بحسابي هبدأ في كتابة تغريدة جديدة وبعدين هضغط فوق هنا على باك هيخيارني بين خيارين ديسكارد إن أنا ألغي التغريدة أو سيف علشان أحفظ التغريد أنا هضغط على سيف هكتب لتحت إن هو تم حفظها كمسودة طيب ده بالنسبة لحفظ المسودات بعد شوية هنشوف فين تم حفظها طيب لو حبيت أعمل جدولة لتغريدة هضغط مرة تانية على إنشاء تغريدة جديدة وبعدين هضغط هنا وجود العلامة دي اللي هي علامة الجدولة وده الإضافة الجديدة اللي هيتم إضافتها ابتداء من اليوم على التطبيقات تويتر هضغط عليها وأبدأ أحدد الموعد اللي هيتم فيه نشر التغريدة دي ممكن أخليها مثلاً تاريخ بكرة بعدين هضغط على سيت بعدين هضغط على تايم عشان نحدد التوقيت ممكن مثلاً الساعة عشرة هضغط على سيت وبعدين هضغط فوق على كونفورم أخيراً هضغط سكتجول هكتبلي تحت إنه تم تحديد موعد محدد لنشر التغريدة طيب دي الفكرة الأولى الفكرة التانية إزاي ممكن أرجع للتغريدات اللي تم جدولتها أو تم حفظها كمسودات هضغط هنا على تغريدة جديدة بعدين هلاقي الفوق فيه unsent tweets هضغط عليها ومنها هلاقي قسمين القسم الأول خاص بالتغريدات اللي تم حفظها والقسم الثاني خاص بالتغريدات اللي تم جدولتها لو حبيت أرجع للتغريدة اللي تم حفظها علشان أكملها هروح على drafts هختار التغريدة هكمل وبعدين هضغط فوق على tweet ولو حبيت أمسحها هرجع back واختار discard فوق على edit أحدد التغريدات اللي تم حفظها كمسودات واختار تحت delete delete نفس الشي بالنسبة للتغريدات اللي تم جدولتها هروح على schedule ممكن أدخل أعدل في schedule وبعدين أضغط على update أو ممكن أرجع واختار edit وأحدد التغريدة واضغط تحت على delete لمسح التغريدة المجدولة هضغط على delete كده ما عنديش أي شيء في drafts ولا في schedule الطريقة سهلة وبسيطة والخاصية جديدة وفعلا مهمة للناس كتير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر